مرحبا بكم موضوع عالمي وتاريخي وطفرة عالمية في الحضارة الانسانية الحديثة وفي التجارة العالمية الحديثة بيجرب الوقت وبيعمل حاجات كتيرة او في الاقتصاد المصري للفترة اللي جاية دي لانه يوفر لنا نسبة عمالها عالية وبالنسبة للفلاحين طبعا احنا في مشروع الاربع مليون فدان منهم مليون فدان بدأنا في تنفيذهم حاليا في اكتر من مليون فدان في شمال سينة الوحدة وده موضوع يعني امن قوم بالنسبة لنا لان زراعة سينة يمثل خطوة كبيرة في الحفاظ على بوابة مصر الشرقية من ناحية سينة ان معظم الحروب ومعظم الاعداء اللي دخلوا مصر دخلوا عن طريق سينة فسينة ده يعني زراعتها امن قومي لنا فلاحين مصر فاهمين كده واحنا هم حاجة عندنا استقرار مصر قبل الفلاح الفلاح المصر دلوقتي دخلين على عيد الفلاح المصري يوم تسعة تسعة نفسي العيد ده ييجي ما يكونش فيه فلاح مزجون في مصر طبعا احنا كلمنا موضوع اللي هو البنك التنمية والاتمان الزراعي حاجة ده سؤال انا نرجع له ثاني انا كنت عايزة اعرف دلوقتي القصة بتاعت الفلاحين وكان الرئيس طرح الاربع ملون فدان بتكلم عنه محاضرتك ده طرح بتاع الرئيس اللي هو استصلاح الاربع ملون فدان خلال فترة الاولى من حكم ان شاء الله كان هيبدأ السنة ان شاء الله بملون فدان انتو دوركم فيهم هيكون لكم يعني اه شرق ودور عليكم كبير جدا الفلاح هو اللي هيستصلاح الاراضي دي الاراضي دي محتاجة احتياجات ليه احتياجات هان وفرت الدولة لسه من مية وشبكة راي وحاجة كده وهي لسه ولا يعني البرنامج يبدأ فيهم بالزبط الموضوع يبدأ في مصر كلها على التوازي يعني احنا فيه اه بالنسبة ان انا من محافظة المينيا فيه متين فدان لسه دكتور صلاح الدين زيادة بيتكلم عنه من نهاردة متين اه متين الف فدان في المينيا دي يعني يعتبر نصيب المينيا في الاربع مليون فدان او في المليون فدان الاولانيين دول لكن الموضوع ده احنا بصفاتنا نقاب عام الفلاحين نحن نراكب وننتظر ونسعد ونستبشر خير بان السيد الرئيس يعني حاطط موضوع الفلاحين ده اه يعني امام عيناي ويعني شوفنا اول قراراته خاصة بالزراعة يعني رئيس بيبص بصة يعني نظرة تفاولية ونظرة تنموية غير ان احنا الكلام اللي كنا بنسمع عن الرئيس عسكري رئيس عسكري لكن احنا دلوقتي واضح ان الرئيس المصري ملم بكل انحاء مصر وبكل المجالات وزي ما قلت سابقا وبقول الفلاح المصري اساس مصر وعلى الاساسي قواعد البنيان طبعا انا كنت اتكلمت في موضوع البنك وانت خدتني في موضوع الاربع مليون فدان موضوع البنك انا يعني احنا دخلين على العيد يعني انت تعرف ساعدتك يعني ايه عيد الفلاح يجي العيد على الفلاحين وفيه فلاحين في السجن فيه فلاحين منتظرين حد يقبض عليهم موضوع البنك ده موضوع يعني خطير وبتكلم فيه الوسائة جميع الاعلاميين والفضايات بيتكلموا على الموضوع ده نفسي فيه قرار سيادي يتاخد بحتى بيرفع الموضوع الفوايط. يعني تستطيع شرق المادي مسلا بحبس لأ يعني مش عايز انا فلاح يتحبس يعني فلاح يتحبس ده مصيبة الفلاح المصري ما بياخدش ملايين فلاح المصري كل ديون الفلاحين عبارة عن اربع مليار جنيه احنا فيه اه شخص واحد متقرب من بتاع عشرة خمستاشر مليون مليار فاحنا للاربع مليار دي اتحبس ده عندنا ستين الف فلاح في مصر مؤددين بالحبس ومنهم المحبوس حاليا ومنهم اللي زباط المباحث بتتلكك عليه ومنهم كده ومنهم كده فلاح المصري عايزين نرجع للعهد الرخاة نرجع به انه ويبدأ امير البلاد زي ما كان امير البلاد فلاح المصري هو المنتج المصري وهو الصناعة المصرية الاصيلة المفتبطة بالارض فعايزين نحافظ عليه حفاظا على امن واستقرار طب حضرتك في العيد الواحد وستين للفلاح المصري ان شاء الله كنا عايزين نعرف ايه مطالب قطاع عموم الفلاحين بمسطول الشرح كبيرة جدا من المجتمع من الحكومة من الدولة في الفترة اللي جاء ان شاء الله اولي ننقصهم ندعمهم بي ان شاء الله في عيده منهم كرسان طيبين وتقريبا عيد اتنين وستين وعايزين العيد ده ييجي على الفلاح المصري زي اول عيد لما وزع عبد الناصر رئيس الراحل اراده على الفلاحين عايزين الفلاحين يحسوا انهم في عيد فعلا انا ما اقدرش اقول للفلاح كل سنة وانت طيب والسماد عنده ليل والمية عنده مش متوفرة تقاو مش متوفرة في فلاحين في السجن الفلاح المصري نفسي يبقى عالم من اعلام مصر زي ما كان احنا على اي حال جهتها عيد ولا اي الجه خلاص يعني ايام ما بنقولش العيد ده يتحقق كل حاجة لكن عايزين العيد اللي هيجي اللي جاي يجعل الفلاح في احسن حال ومصر مستقرة وبخير زي ما عادناها دايما طيب حضرتك التقييم حاجة بسفتك نقيب الاعمين عن نقابة الفلاحين في ضمن هو قرار خلاص صادر الخمسين في المنزل بتعمال الفلاحين تمام كانت موجودة في البرلمان اللي فات وفاترة سنين من فترة حكم الرئيس عبدالناصر الحقبة الناصرية حتى الان كنا عايزين نعرف ايه موقفكم فترة اللي جاء ان شاء الله في القصة بتاعت الانتخابات وان اتلاجت 50% انا باشكر حضرتك جامد اوه على السؤال ده يعني السؤال ده فعلا كان يغرق جميع الفلاحين في مصر 50% فلاحين وعمال احنا ما كنا نجب نخش حتى ب50% بل لما تلغت النسبة موضوع الغاية النسبة ده انا في وجهة نظري انا مش هيأثر كثيرا لكن انا عايز الفلاح يختار الفلاحين المناسبين موضوع 50% اللي فاترة كانوا بيختار الناس بتلبس يلليب وخلاص وعلى اساس انهم مسئين فلاحين يروح يطلع بطاعة انه فلاح هو اصلا مش فلاح لكن انا بقول للدولة المصرية والمسؤولين احنا نفسي الفلاح يمثل فعلا في البرلمان تمثيل عادل على جد نسبته الفلاح يعتبر 40 مليون فلاح في مصر يعني لو هتمثلهم بحاجاتهم يغضوا تلت البرلمان فلاحين مصريين ناس محترمة وناس بسيطة جدا ما نهمش طلبات غير استقرار مصر يعني هم طلباتهم يعيشوا عشان استقرار مصر موضوع مجلس النواب انا برضو من منبر بتاع سيادتك انا بنادي وبناشد فلاحين مصر حسن الاختيار انتبهوا في اختياراتكم ما تجيروش ورا المظاهر ما تجيروش ورا الشعارات الخداعة مصر في مفترك طرق مصر محتاجة للفلاحين والعمال ومحتاجة لكل مواطن فيها مجلس النواب اللي جاي ده مجلس خطير جدا اي شرح قوانين الدستور اللي فات رغم من الدستور ده فيه علامات كتيرة الفلاحين لما يمثلوا فيه بالتمثيل اللي هو اللي احنا نرضاه يعني حتى ولكن على اي حال الدستور طلع وإحنا نرضيين بالنتيجة بتاع الدستور لكن هنهتم بالقوانين اللي تطلع القوانين يعتبر ايه اللي بتشرح الدستور وعشان تشرح الدستور ده لازم يبقى فيه ممثلين فعلا للفلاحين يهتموا بالزراعة وبالفلاحة المصر حضرتك ننتقل حاجة تانية الفكر ان كل العاملين في الدولة ليهم معاش اجتماع وليهم تأمين صحي وليهم قوة عاملة بالدفع عن حقوقهم وليهم اجر سابة محدد كنا عايزين نعرف ايه موقفكم بصفاتكم من نقابة الفلاحين السؤال بتاع حضرتك ده السبب بانشاء النقابة العامة للفلاحين ان احنا ارطينا ان فيه كل فئة من فئة المجتمع في نقابة المحامين نقابة المهندزين نقابة المعلمين الا الفلاحين المصريين ما كانش لهم حد فاحنا انشاءنا نقابة لكون درع وسيف الفلاح نقابة العامة دفع الاول والاخير هو الفلاح عشته وصحته وارضه كل حاجة تخص الفلاح احنا مهتمين بها وانا عن نفسي انا اي حد يؤذي الفلاح انا عدو لي واي حد يقف مع الفلاح ده حبيبي وعلى راسي من فوق احنا كفلاحين مصر مش فيها بعيد عن المجتمع نحن مخرطين في جميع انحاء الجمهورية وفي جميع المجالات والمهن يعني تلاقي الفلاح عنده ممكن يكون شباب عنده في البيت مجرين ممكن يكون عنده مهندزين ممكن يكون عنده طباء فالبيت الفلاح المصر هتلاقي فيه جميع مشاكل المصريين يعني حلية مشكلة الفلاح حلية مشاكل مصر مشاكل دي متراقبة على مدى السنين مش عايزة حملها للحكومة ولا الرئيس الحالي انا عايزة اقول ان احنا ايدنا في ايدك سيادة الرئيس ايدنا في ايد الحكومة نحل مشاكلنا لان المشاكل دي تخصنا كلنا ومصر بتاعتنا كلنا واحنا مش مستغنين عن اي حد احنا عايزين اللي يبني لكن اللي هيخرب انك تعيده سواء الحكومة عطعت ايده او احنا نقف احنا بصدورنا العارية قدام اي حد يخرب واي حد يشوف حد يخرب ده بيخرب بمتلكاتك ممتلكات اولادك واحفادك اوعى تنصاق وارى الشعرات الخداعة واللعب باسم الدين واللعب باسم الديمقراطية والحرية حاجات اللي شفناها اليام اللي فاتت في الاول والاخير محدش هندر غيرك وغير ولادك نشوفنا الفترة اللي فاتت دي مصر تعبد احنا ثلاث سنين ونصف مفيش عمل مفيش انتاج يا دوب احنا بنشم نفسنا مش عايزين حد يتحك علينا مصر قلب العالم وقلب العالم العربي ونهاية مصر نهاية للعرب حافظوا على مصر بقول للعرب وبقول لجميع العالم المصريين ناس بيحبوا السلام ناس عايزين يعيشوا بكرامة وحرية وديمقراطية ما يعني عادينا شايفين سيد الرئيس كل اتجاه اقتصادي على اساس يحسن الحال اقتصادي وانا يعني في النقابة العامة يعني بوشيد اشادة كاملة بالكرارات الاخيرة للسيد الرئيس بتاع الاربع مليون فدان وثلاث تلاف ومتين كيلو متر طرق وموضوع المشروع القومي لقناة السويس واحنا روحنا لقناة السويس فعلا ناك وبادعوا دعيت قبل كده الفلاحين انهم يروحوا يوم عمل وفي ناس راحت فعلا واتبرعنا لسندوق تحيا مصر واحنا رغم فجرنا ورغم ان احنا تعبنين لكن احنا بنقول احنا هنا نتبرع بما نملك من اجل ان تحيا مصر حياة كريمة طيب حاجة سؤال قريب جدا ناس يعني في الازهان بيعود كان عندنا في الريف وبشكل عام والصعيد بيقولك ان المسم القطن على المسم القطن هنجوز الولاد على المسم القطن هنعمل بيت هنعمل مزرعة هنعمل اي حاجة فين القطن المصر دلوقتي يا فندم كونو اسمعوا من زمان رع فيه والله انت يعني بتجلب علينا المواجأ ودي حاجة فعلا كانت حجيجة اصبحت حلم احنا كنا بنقول على السد العالي كان حلما فاحتمالا فخيالا فحقيقة احنا الكلام ده كله بنرجعه الوراء تاني ده كان حجيجة واصبحت حلم احنا نحلم بكده دلوقتي وعشان نحجج الحلم ده لازم نصحى من النوم ونستيقز ونعمل كده على رأس اللي يشتغلوا بالموضوع ده السيد الدكتور عادل البلتاجي ووزير الزراعة بناشد سيادته انه هو يهتم بالفلاح يقابل الفلاح بلاش موضوع الغرف المغلقة عايزينوا ينزل للشارع يشوف الطرع يشوف الفلاحين يشوف الارض دي المزروعين يشوف السلالات بتاع القطن الجديدة يشوف التقاوي يرجعنا متاخرين فلاح دلوقتي القطن في البيوت مش لا يبيعهم الدولة لازم تتحرك السلعة بتاع الفلاح دي لازم تسوى تسويق يليق بيها بحيث ان الفلاح يستمر في العطاء حتى لا يهجر هارضه ويذهب للمشروعات الخاصة ودينا شوف لنا في بعض الفلاحين باعت اراضيها وتشتري شواء فمصر تاجرها تقول لك اراد عائد انا ما مبصش للعاهد انا مبص للامن القوم المصري رقم واحد واستقرار مصر لان ده هو السنارة بتاعتنا اللي بتجيب لنا السمك مش عايزين نشتري سمك من برة وعندنا الشبكة والسنارة اللي هي الارض بتاعتنا والمياه بتاعتنا عندنا المياه الجوفية عندنا مياه نار النيل عندنا مياه البحار ممكن نحليها عندنا امل في المستقبل كبير اوي ولكن عايزين الحكومة تحط ايدها في ايدنا وبلاش شغل السمسرة والمافيا اللي موجودة في بعض قطاعات الوزارة متوقف حال الفلاح تقنين الاراضي دي ات المفروض عشان تقدم تقنن وضع المفروض الوقت ما يستغرقش شهر فيه ناس بقالها عشر عشرين سنة مش عارفة تقنن الارض فيه واحد فلاح جاني اولة مبارح دافع واخد قرض ستين الف جنيه دافع ستمائة الف ولسه عليه ربعمائة الف ده موضوع التجارة بالدماء الفلاح البنك ده كان معمول عشان يسند الفلاح مش عشان يجدن الفلاح حاجات كتيرة غلط عايزين تطهير لوزارة الزراعة عايزين الوزير الجديد اللي احنا متوسمين في خير اللي وقفنا معاه وهنا رغم ان فيه بعض الاشخاص وبعض الناس قالوا ده كبير في السن وكده بنقول لهم لا الموضوع مش موضوع سن موضوع الشباب الجلب زي ما بيقولوا لكن ينزل يعني يبيض وشنا مع الناس اللي احنا وقفنا ضدها عشان مسادة الوزير الدكتور عادل بلتاجي رأي المونوط في وزارة الزراعة ورأي الخبرة كبيرة مش عايز عايز يقضوا مستشيرين صح ويقابل الناس الصح وعايزوا قابل الفلاحين في الغطاء ما بقولوش يعني الرموز الفلاحين أنا نفسي نشوف مشكله بنفسه ده ده مشكله وقوة كبير العيلة في الزراعة دلواني تمام حالب شورك جدا حاج عسين في حوارك مع باب تخبار اليوم وفرص عيد مشاكرين جدا جدا والف شكر لقراطة سيادتكم الجميلة والرأي شكرا